نخصب اليورانيوم بصورة أكبر مما كانت عليه قبل التوقيع على اتفاق فيينا النووي هكذا قال الرئيس الإيراني حسن روحاني على وقع أزمة العلاقات بين طهران وواشنطن التي تشهد توترا متصاعدا روحاني أشار إلى أن الحوار بين إيران والعالم صعب لكنه ممكن التوتر بين الجانبين تصاعد بصورة غير مسبوقة ولعل العقوبات الاقتصادية كانت سلاحا فعالا فواشنطن أعلنت عن قائمة جديدة من العقوبات تشمل مجالات الإنشاء والتعدين والصناعة والنسيج وأمهلت وزارة الخزانة الأمريكية للمتعاملين مع إيران تسعين يوما لإنهاء تعاملاتهم قبل الوقوع تحت طائلة العقوبات ومع هذا فقد نبهت رجال الأعمال بأن عقد صفقات جديدة خلال هذه الفترة سيخضع للعقوبات ومع هذا لا تبدو الأساليب الدبلوماسية والاقتصادية هي خيار واشنطن الوحيد على الأقل حتى تفلح الجهود الدولية في الحصول على تعهدات من إيران بالكف عن أنشطتها العدوانية وكبح جماح طبوحها النووي أعتقد أننا شاهدنا بعد الهجوم الإيراني المجتمع الدولي يدعو لتهديئة التوتر ورأينا المسؤولين الإيرانيين يعربون عن رغبتهم في عدم التصعيد وموقفنا ما يزال أن إيران في حاجة للعودة للمسار الدبلوماسي ولهذا فنحن نمضي بالأدوات الاقتصادية والدبلوماسية وليس الخيار العسكري وقد شاهدنا الترويك الأوروبية تدعو لمواصلة العمل على المسار الدبلوماسي ولكن حتى الآن لسنا متأكدين من أن مستوى التهديد أقل ولهذا فإن القيادة المركزية الأمريكية الوسطى تعمل على تعزيز حماية قواتنا ليس فقط من الهجمات الإيرانية المحتملة ولكن أيضا من وكلائها مثل كتائب حزب الله في العراق وقد تواصلت الهجمات حتى بلغ عددها 12 هجوما منذ أكتوبر على قواتنا في العراق خلف الصورة الرسمية هناك صور الاحتجاجات المتصاعدة التي تعبر عن ضعف دراماتيكي في النظام كما يصف المبعوث الأمريكي إلى إيران براين هوك الذي يأمل في أن تدفع الاحتجاجات والإضافة إلى العقوبات الاقتصادية المرشدة الأعلى إلى تغيير سياسته مؤكدا أن تصفية قائد فائلق القدس قاسم سليمان تعد ضربة للميليشيات الموالية لإيران وستساعد في جعل المنطقة أكثر استقرارا حسب تعبيره